اشتركوا في القناة 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 كأنها قهوة أو كبديل للقهوة يعني منزوعة الكافيين طعمها جميل قوي 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 وفي نفس الوقت هكفيد جسمك جدا جدا لأن فيها مواد فعالة كتير خالص مفيدة من ضمنها الأنسوسيانين كمان ده بيفسر ليه الكرمب اللي هو البنفسجي مفيد وليه الكرمب البنفسجي دايما بنقول للناس اشرب الشبه بتاعت الكرمب عشان نعالج بيها كمان السمنة لأن الأنسوسيانين اللي فيها بتقلل من الإنسلين وبتقل rel مقاومة الإنسلين وكمان فيها نسبة..الكرمب ده عندها النسبة عالية من اليود اللي بيساعد الغضد الدراكيل اللي هو يحرق اللي everytimerad تحرق الدهون فعليكوا على الفراولة وهي كيتو بانتظام كيتوف امتياز 100% عليكوا على الفراولة يشرب كلها ووشرب عصرها بانتظام عليكوا وعلى الكرمب البنفسجي عليكوا وعلى الكركديه وعليكوا على نوع الطمر، لو انت عاوزت تخصت عن سكر أو تعالج الضغط عاوز تعالج تصلب الشرايين كل النباتات الجميلة دي مفيدة جدا لصحتك وامنة مية في المية يا رب يكون حلقة النهاردة من أسرار رفوية تكون عجبتكم ومتنساش تعمل لايك الفيديو ومتنساش طبعا لأنت تعمل تصابس كرايب للقناة ومتنساش اللي أنت تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما في عالم النباتات الطبية والتغزية العلاجية ومتنساش طبعا لأنت تشارل الحلقة لأصدقائك على الفيسبوك وعلى الواتساب أشوفك على خير شكرا للمتنسا بتنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغزية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك أشوفك على خير اشتركوا في القناة